السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعتم ان انت مشغل الريفت وتجي تشغل المتريل براوزر ما يفتحش عن الفكرة المتريل براوزر هو يعتبر برنامج مستقل عن الريفت هو موجود داخل الريفت بس هو برنامج مستقل حتى الدليل على كده ان انت ربطها فتحت Add or Remove Program هتلاقي ان المتريل موجود لوحده تمام يعني هو بيصد طب اصلا Libraria مستقلة عن الريفت طبعا دي الاصدارات 16 14 15 16 17 18 19 21 21 ليه لان هو ما بيدفعش تعمل Safe As للاصدار فساعد بجي لك شغل الريفت 14 15 16 طب تضطر انت تحتفظ بكل الاصدارات دي طبعا دي الاصدارات يعني 15 16 17 18 الضالت فعني اتمنى ان هما يبطروا الريفت طيب بص انت ممكن تيجي تعمل ايه ممكن تيجي تعمل Unstool وستطابة ايه ممكن تيجي تقول له modify وتقول له انا عايز اعمل repair يبدأ يصلح لك الحاجة دي يبدأ يصلح لك المشكلة اللي موجودة او لو غربت المشكلة اللي موجودة ومارديش اعمل له Unstool ويبدأ سلطته تانيه تمام دي من دون الحاجات ان material دي حاجة مستقلة عن الريفت وكانت موجودة جواهات بصية فعاليا برنامج اخر طيب الحاجة التانية انا ممكن يكون فيه مشكلة في كارة الشاشة فتفتح device manager توقف كارة الشاشة تمام وتجرب كده تفتح الريفت هتشوف هاي تسمعك ايه تمام device manager تبدأ تشوف كارة الشاشة وتوقفه لحد ما تجرب كارة الموضوع ها تعبدوا ببشكلها في كارة الشاشة وبعد كده ممكن تفتح الويندوز feature وتشوف .NET Framework وتجرب ان انت تجربة تقفيله طبعا دي حلول من موقع Autodesk انا مش بقلق عشان دي الخصاص اللي موجودة في الويندوز فتقدر تفتحها وتقفيلها هتفتح عالم الفعلهاش احسن دي اهم الحاجات اللي ممكن تجرب فيها موضوع material browser او تقول له حتى انت نسطب Revit ممكن تعمل له uninstall material browser ويتسطبها تاني دي الخصائص ممكن هم تعلم عليه تشيل العلمة وتقول له اوكي وتجرب تفتح Revit وتفتح المتارية لو ما شغلتش فعالها تاني لو اشتغلت خلاص ما انت محتاج ان انت تسطب فيرمورك اخر او فيرمورك تاني او زطو من الوغي او زطو من الوغي تح defeated